اشتركوا في القناة احطوا في كوباية بيها محلول من المية والقرص المطهر او المية بخلي مين الافضل اني اسيب الطقم جاف في العلبة ولا اني احطوا في مية طبعا انا اتكلمت في حلقات سابقة ان افضل شيء اني اقلع الطقم قبل النوم دي حاجة احنا متفقين عليها سواء للطقم الكامل او للتركيبة الجزئية الا ممكن استثنائي في الفترة الاولى للتعود على الطقم الكامل ممكن انام بي لكن غير كده بنفضل طبعا اني احنا نقلع الطقم قبل النوم وقلت الاسباب سواء الاهمية للطقم او الاهمية ليا انا كمريض والحفاظ على صحة اللاثة وعظام الفك تعالوا بقى نجاوب على السؤال الحلق النهاردة اسيبه في العلبة جافة ولا احطه في الكوباية اللي فيها مية شخصيا ورأي اغلب الاطباء يعني 90% من الاطباء 90% من المعامل بتنصح دايما ان احنا نحط طقم الاسنان في مية طقم الاسنان اصلا مصمم ان هو يتحط في الفم يعني يتحط في وسط اللعاب في منطقة رطبة كلها مية الطقم اصلا مصمم ومعمول ان هو يتحط في المية مش مصمم ان هو يفضل في منطقة جافة او يفضل في منطقة ما فيهاش اي مية فبالتالي عشان الناس بتقول يا دكتور طب لما هو يتحط في المية ممكن يحصل له ان يبقى مقاسه كبير او يكبر او يتنفخ كل الكلام ده مش مظبوط طبا هو محطوط في الفم بقاله عشر ساعات الصبح او اتناشر ساعة الصبح هو اصلا مصمم علشان يتحط في المية كمان فيه ناس بتقول يا دكتور التركيبات المتحركة الجزئية اللي بمشابك معدنية هل كتر حططانه في المية زي ما بنقول طول الليل ده يخلي المشابك تصدي برضو لا لان المشابك دي مصممة لو هي جيدة تصنع مصممة ان هي تفضل في الفم ومصممة ان هي تقريبا تسعين في المية من عمر التركيبات موجود في الفم او في المية ومصممة ان هي تستحمل الكلام ده كمان مهم جدا ان الطقم ياخد راحته ان هو يفضل فيه المحلول الاقراس المطهرة طوال الليل حلو جدا اني احط قرص مطهر او هستبدلها احيانا بمية ومعلقة خل ده هيخلي الطقم ان هو ياخد فرصته التمن او التسع ساعات بعد ما يكون منظفه كويس تحت مية جارية وبالفرشة والمعجون المخصص ان هو كمان ياخد حقه فيه النظافة طوال فترة الليل تمن ساعات تسع ساعات في المحلول المطهر بتاعي كمان وجوده في المية غير انه هيقلل لي البكتيريا والجراثيم ونمو الفطريات هيحفظ لي على مقاسات الطقم ودي حاجة مهمة جدا وهيقلل لي جفاف الطقم وتشققات الطقم طب ايه اللي هيحصل لو انا حطيت الطقم في مكان جاف في علبة جافة للأسف الطقم مقاساته بتتغير خاصة لو ملبستوش الطقم لمدة اسبوع واثنين وثلاثة يبقى انا انصح ان احنا نحطه في الكباية بالمحلول او بالمية ونغير المية يوميا للطقم لان لو سبناه في منطقة جافة او في علبة جافة للأسف بيغير مقاساته وهيغير لونه ويحصل له تشققات ويحصل له شروخ والسطح بتاعه هيبقى خشن كل دوت بيبان اكتر كمان لو انا سبت الطقم فترة طويلة من غير المية اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة حلقة بسيطة واتمنى اكون ردت فيها على سؤالكم ولو في حد عنده اي سؤال او استشارة طبية مش بس في موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والاسنان والفكين والتركيبات المتحركة بصفة عامة بيتفضل في التعليقات برد على كل اسئلتكم دعما ليا وللحلقة علشان نستمر معاكم في النشر بتنسوش الاعجاب بالفيديو لايك ومشاركته مع الاخرين لتعوم الفائدة اشترككم في القناة شيء اكيد هيشتعدني مش اطول عليكم بتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر